اشتركوا في القناة 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 راح أخليك تتكلم تفضل هو طبعا بالوقت الحالي يعني كل الدزاينر من يسون الحمامات وكذا أكو شروط مهمة يستوجب وجودها وهي استخدام البلاط الصحيح في المكان الصحيح يعني بمعنى أنه أنت أكو بلاط خاص لحمامات وكو بلاط خاص خارج الحمامات البلاط الخاص بالحمامات هذا طبعا بالوقت الحالي هو يكون مانع للرطوبة وبنفس الوقت أنه هو مانع للتزحلق وبالإضافة لذلك أيضا ما يمتص كمية كلس وسهل التنظيف جدا وسهل التنظيف بالسابق كان حتى أن البلاط يعني بالسابق كان حتى صعب أنه يتنظف من الكلس يعني إذا أصابه كلس أو صارت على طبقة من الكلس فبالوقت الحالي هذا يعني حتى بشركات إنتاج البلاط صارت عندها من الشروط الأساسية حتى تقدر تنافس خلي نقول بسوق العمل أو بسوق الإنتاجي فرجاء من شخص يريد يسوي حمام رجاء أن ينتبه لهذه النقطة لأنه هذه النقطة ممكن حتى تكلفك حياتك ممكن الإنسان يعني يزحلق ويسقط على رأسه وبعدين تنتي حياته خصوصا الناس الكبيرة بالسن بالضبط الأفضل إلها لسلامتها أنه تستخدم هذا المتريال وبنفس الوقت أنه يعني حتى نتجنب السقوط وتسبب بالكسور وما شابه ذلك وإن شاء الله يبدع لكم الشر فرجاء ننتبه هذه النقطة جدا مهمة بالنسبة للألوان أيضا نحن نستخدم اللون البني للحمام البني الغامق ولكن حتى نخفف من غماقة اللون استخدمنا أيضا اللون البيجي صحيح كإطار بمنتصف الجدار ولكن أيضا المتريال مختلف اللون البيجي هو من الموزائق صحيح وبما أنه لون الجدار غامق حبينا أنه تكون الإضاءة تكون على شكل إطار صحيح مو الإضاءة اللي تكون بمنتصف الحمام إضاءة على شكل إطار حتى تكسر من غماقة لون الجدار وبنفس الوقت تنضي الإضاءة المطلوبة والجمالية أكيد وطبعا بمانو الأرضية هي تكون يعني خلل نقول من الألوان الفاتحة فراح تطي وسع للمكان وطبعا هو مو غلط أن الإنسان يستخدم الألوان الغامقة فيها الحمامات لأنه هذه تبعث الهدوء والسكينة في هذا المكان طبعا بالنسبة للإضاءة اللي تفضلت بها أنه يعني ليش ما خليني يضاع بالسقف يعني من هذه خلين نقول الكلاسيكية لأنه هو مكان ضيق فإذا مكان ضيق وتطي إضاءة قوية فراح يكون مؤذي جدا للناظر أو العين فهذا نحن لا نريده بالحكس نحن نريد نكون نطي نسوي ديزاين حلو للحمام بنوع من المدارن وقليل من الكلاسيكية وبنفس الوقت الإضاءة تكون مناسبة جدا للمكان لا ضبط طبعا بالإضافة لأنه إحنا استخدمنا اللون الذهبي بالدوش نفسه وبإطار المرآة لأنه اللون الذهبي هو لون قوي أكيد وبنفس الوقت أنيق أنيق جدا طبعا أمر مهم أحب أن أذكره أنه بما أنه الحمام يتواجد فيه شباك فمو من الضروري استخدام مفرغات الهواء لأن إحنا ذكرنا بالسابق في إحدى الفيديوهات أنا همية السلامة العامة لأن إذا الحمام ما يتواجد به شباك فلازم يتواجد به مفرغة الهواء ليش حتى نتجنب عملية الاختناق لأن كثير من الحالات صارت عمليات اختناق بداخل الحمام بسبب البخار وعدم تواجد الأكسجين الكافي في المكان فتسبب بالغفايا ومن ثم الأغمام ومن ثم تأدي إلى الوفاة نقص الأكسجين سبب وفاة بعدين تسبب حالات وفاة فطبعا نحن نترك لكم الرابط اللي تقدرون أن تشوفون به حقيقة أنه ذكرنا حتى طريقة حساب أي المفرغات اللي أنت تحتاجها بالمكان ولي الحمام أو هي للمطابخ ولكن حتى لو ما نحتاجه من الضرورة أنت تطلع عليها لأن هذه معلومة جدا مهمة ممكن تفيدك مستقبلا بالحياة أو حتى في أمور أخرى فهذا اللي حبينا نذكره اليوم وطبعا نحن رح نترككم ويا الصور التوضيحية المحاكية الواقع حتى تشوفون الدزاين على حقيقته أو التصميم على حقيقته وإن شاء الله يعجبكم إحنا حقيقة هدفنا أن نوصل معلومة صحيحة للناس الناس تقدر تستفاد منه وبنفس الوقت إحنا ذرعنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة للجميع أنه العدة استشارة ما متأكد من شي فخلي مجرد يرسلنا يسألنا وإحنا رح نكون حد حسن عظمنا الجميع وأكيد رح نجاوب على جميع الأسئلة اللي تطرح فأكو شي خلص خلي نترككم ويا الصور التوضيحية ونشوفكم الأسبوع المقبل مع السلامة بي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة